فنحن بعد الله عز وجل ليس لنا شرف ولا قوة ولا عمل ولا استمرار في هذا العمل إلا بفضل هؤلاء الرجال والنساء من المحسنين والمحسنات وطبعا أنتم يا إخواني وأخواتي الله يعلمكم نحن يعني اللي يجيبوا هكذا حاجة عينية نحن نذكرهم في البلاطون ندعوهم الله سبحانه وتعالى ولكن هناك المئات ربما يذهبون إلى الحساب البريد يدخلون إلى ربما إلى مراكز البريد ينتظرون يصبرون ومهما أنفقوا يعني القليل أو الكثير فكل هذا يعلمه ربي عز وجل ولكل منكم يعني لكل من هؤلاء نية يعني هناك من يريد أن يتصدق لدفع مرض يعني يتصدق لتفريج قربة لترحم على الوالدين أو كذا فكل واحد إن شاء الله سينال بنيته ما عند الله تبارك وتعالى والجزيرين أخي محمد قلناها مرارا لا يملوا لأنهم بذرة طيبة لأنهم نبتة مباركة يعني أحفاد الشهداء أحفاد المجاهدين أبناء الجزائر العميقة الجزائر الحبيبة وبالتالي نقول لهم جزاكم الله كل خير وبارك الله في عطاياكم ونسأل الله العلي القدير أن يخلف لكم خيرا مما أنفقتم وأن يزيدكم ولا ينقسكم وأن يجعل هذا في ميزان حسناتكم يوم القيامة فلابد أنكم يستمروا معنا إن شاء الله لأننا نحن بدونكم لا يعني لا يمكننا أن نفعل شيئا فاستمروا معنا ونحن نحافظ إن شاء الله أخي محمد كما نقوله دائما نحافظ على تلك المزدقية والشفافية من خلال إخواننا حتى يتواصلوا معنا